بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم ودورة تطوير قواعد البيانات باستخدام مايكروسوفت اكسس 2019 الاسبوع ده عندنا اربع عنوين اساسية يعني قاعدة بيانات مكونات قاعدة البيانات وهي المكونات اللي بتكون في الخلفية او ال back end اللي بتتعامل مع البيانات من غير ما المستخدم يشوفها وهي المكونات اللي بنسمح للمستخدم ان يتعامل معها او front end هنفتح برنامج الاكسس خلال الاسبوع ده وهنتعامل مع اول مكون في قواعد البيانات اللي هو الجداول عندنا الاسبوع ده عندنا تكليف واختبار في المفاهيم والاتنين غير ملزمين لكن احنا بننصح ان احنا نعملهم علشان نقدر نبني عليهم بعد كده باين باين اول حاجة يعني ايه قاعدة البيانات قاعدة البيانات هي الطريقة اللي بتنظم فيها مجموعة من البيانات في بيئة معينة بهدف سهولة البحث والاسترجاع هدف الثاني ان يكون عند القدرة على تلخيص البيانات يعني فوسط المليون دولار قاعدة البيانات قاعدة البيانات انا قدرت استرجاع البيانات وقدرت كمان اجري عليها بعض العمليات المنطقية عندي قاعدة البيانات شركة فيها الف موظف الشركة اجمالي الرواتب بتاع الناس اللي شغالين في قصب الاي تي عاز اعرف تغير الرواتب خلال 2018 قارن لي المصروفات الصيانة في 2018 ب2019 يبني عندي بيانات كثيرة جدا هو ليس بس بقدر استرجاعها لا اقدر اعمل عليها بعض العمليات الحسابية واقدر اطلع الملخص اي قاعدة البيانات اي ان كان حجمها ولما بنتكلم عن حجم قاعدة البيانات فنقصد البرنامج اللي بيدير قاعدة البيانات البيانات المحرك اللي بيتعامل مع البيانات علشان يوفرلي القدرة على التعامل معها اي قاعد البيانات اي ان كان حجمها سواء Oracle SQL او Axis فهي تكون من اربع مكونات اساسية الجداول وده المكان اللي بيتستخدمه علشان اخزن البيانات اي قاعد البيانات اي ان كان حجمها بتخزن البيانات اي ان كان حجمها ان بعض البيانات بتتعامل مع جداول بالنوع CSV XML Extensible Markup Language او جدول عادي خالص زي اللي احنا هنعمله في الاكس الجدول هو المكان اللي بيتم فيه تقزين البيانات الجدول ما ينفعش المستخدم العادي يشوفه يعني في الاخر خالص اليوزر ما ينفعش يشوف الجدول اي ان كان دور اليوزر سواء بيدخل بيانات بيستدعي بيانات بيعدل بيحزف بيطلع في الاخر هو محدش بيشوف الجدول في المقابل بنشوف النموذج والنموذج هو الوجهة اللي بتخلي المستخدم يقدر يتعامل مع الجدول يضيف الجدول يحزف بيانات الاستعلام وده اللي بيبحث في الجدول انا عايز اطلع مخالفاتي ارحس في جدول مخالفات بتاع جمهورك مصر العربية اللي فيها مئة مليون مواطن وفيها يمكن كام مليون سيارة او اطلع على المخالفات اللي مرتبطة الرقم الشخصي ايب انا كده بعمل استعلام نوعه بحث قدر قالت البنات ان هتروح تدور في ملايين المخالفات وتجيب لي بس المخالفات بتاعتي ده مستعلام نوعه بحث بعد ما دفعت عايز ارجع تاني للجدول علشان ادور على المخالفات بتاعتي عشان اقول انها تدفع فانا هنا بعمل استعلام نوعه تحديث يب انا كل ما بحب اعمل عملية مع مجموعة بيانات في الجدول بستخدم استعلام بعد ما عملت بحث عايز اطلع تقرير للمستخدم بعد ما دفعت عايز اطلع اصال للمستخدم اصال يعني شكل من البيانات غير قابل للتعديل وينفع ببعض بالتقرير انا مدير مدرسة وعايز اطلع شهادات بتاعتي الطلبة فالشهادة هيتضحها لكن ما ينفعش يعدل فيها فضاء تقرير يبدأ عندي باختصار اربع مقوناتها جدول مكان تخزين البنات نموذج يسمح للمستخدم يتعامل مع البنات اللي في الجدول استعلام اللي بستخدمه علشان اعمل عمليات على البنات اللي في الجدول والتقرير علشان اطلع البنات في الصورة للقابل للتعديل جاهزة بالقرارة